يطاب الارهاب في الداخل اه وفي ترك جماعات عنيفة يتلاعب بها من قبل اجهزة التخبارات الدولية خارجية تنشط وتعمل النتيجة ان نصم الشيء الباب دارنا. هذي النتيجة. نعم. هناك من يتهمل الجزائر اليوم. يعني هل اه هذه خطة جديدة من اه الحاكمة لضرب العلاقات تونسية الجزائرية والتنصل من المسئولية. يعني هل طبعا انا شفت على فيسبوك وشفت حتى في تلفزيون المتوسط كلام خطير جدا من نوع انه يتهمل مخابرات الجزائرية بالقيم بذلك. احنا دائما في العلم السياسية مش مش نحلو على شيء معناه في فيسبوك او واحد احكاها في تلفزة تابع الهزب حاكم الاخيري. لا نحن نحلل انطلاقهم من بيانات. هل الجيش الوطني التونسي? اصدر شيئا في ذاتك. هل الوزارة الداخلية التونسية اصدرت شيئا في ذلك? عند ذلك نستطيع ان نحد. ان لم تعطي شيئا رسمي من ذلك فلا نستطيع ان نبني اي تحليل على هذه الاشاعات. بالنسبة الوزارة الداخلية والعلامة الرسمي والحكومة التونسية هي تتهم عناصر ارهابية دينية متشددة. العملية هي شبيهة جدا بما يعملوه العناصر هذه المتشددة في كل مكان. يعملوه في افغانستان. يعملوه في في سوريا. الزبح هي عملية يعملوه في سوريا. هذا مهم انفسهم. مهم نفس الطريقة جيادين لانه ايضا في مخيلتهم انو الحروب تقوم بالسيف. والخناجر. وانو ما التجول البارود وهذا والاسلحة وكلاشين كوف وغير وافترارا. وانما العاصل هو الزبح والقتل وقتل عناق وضرب العناق. فهم هذي بصمتهم في الجزائر في سوريا في العراق في كل مكان يعني تحدث ايضا في تونس. اذا كل الانظار متجهد في هذا الاتجاه. لكن الاشكال انهم الان اصبحوا يتكثرون ثم يعودون من سوريا. انا لما درست الارهاب في الجزائر. اذا طلت العشرية الحمراء. اول جماعة مسلحة جزائرية تمردت على الدولة وبدأت في الزبح والتقتيل. هما ما يسمونهم بالافغان الجزائرين. اي الشباب الجزائري الذي ذهب الافغانستان وقاتل الافتحاد السوفيتي فاكتسب بخبرات الزبح والقتل وعادة. ها احنا نفس الشي شبابنا المبعثين سوريا يكون كيفنا حتى متوتر ايديولوجيا ومذهبيا يعني. وبدأ فيروس يدخل مخه الاخري. لكن يعود بغير ثقافة السلمية عند التونسين. يقول يروح عنده كيف يتباني ولي يتمتع. اقول الارهابي يتمتع بالذبح والقتل. نتعرف العلم سياسية تدقور. يطرح دائما سؤال هل ان الارهابي رجل العقلاني لديه مشروع سياسي ام هو مريض نفسي اه وشخصية غير سوية. يعني اذا مريض نفسي وشخصية غير سوية هو يدخل في طار علم النفس. اذا هو عنده مشروع سياسي يدخل في طار علم السياسي. فاكتشفنا انه ربما من يخطط لهم عنده مشروع سياسي اما الارهابي عملية فهو شخص مريض نفسي يعني غير سوية. دكتور رياض سيديوي سؤال الاخير ليك. اليوم مع اه بعد هذه الاحداث. مع كذلك اه وبالبرهين وبالدليل القاطع بانه هذه الحكومة فاشلة مع دعوات اسقاط الحكومة. الى اين تتجه تونس اه دكتور رياض سيديوي نحوها? ازمة سياسية امنية اقتصادية حادة جدا. لانو نبدو بالاقتصاد. اه تعرف الجزائر او العراق او ليبيا عشوا ارهاد كبير. لكن اقتصاد لا يوم استقريبا لانو اقتصاد ريعي. يعتمد على تصدير النفط او الغاز والمحروقات. بالعكس اه اسعار النفط ارتفعت ارتفعت مداخله. تونس او مصر لا. تونس او مصر بلد بلدان تحت تعتمد على الخدمات وعلى السياحة وعلى الاستثمارات الاجنبية. وهذا كله طبعا في انهيار العملة تونسية تنهار. اقتصاد تونسي ينهار. اه محاولات بالحكومة اعطان عرقام. اه صحيحة لانو الواقع يؤكد عملية الانهيار. الناس تعرف ما نتاكل الحم كان بعشرة دينارات. سنة تلفين وعشرة اليوم. باثين وعشرين دينار يحكو لي واحد وعشرين دينار في القرى والمدن رامل التلفزة اعلنت وعملت اشهار ان حدد ساره لكن لم يتزم بهذا التحديد اي جزار ربما بعض جزارات جزارين في العاصمة الذين تذهب اليهم التلفزة. اذا تونس مقبلة على ازمة حد. انا البارح استمعت لخطاب السيد علي العريف كاملا وايضا الاسئلة. ما هي ملاحظاتي حول الخطاب? اولا يعني السيد علي العريف لم يفرق منهجيا بين ثلاثة مفاهيم مختلفة. مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة ومفهوم الحزد. اه عفوا نو مفهوم النظام. وهذا ما كان يقوم به ايضا بن علي ما كانش يفرق بين ثلاثة. وهذا خطأ منهجي كبير. لانه ثم فرق بين الدولة والنظام والحكومة. اعطي امرس للمستمع تونسي حتى يفهم ماذا اريد ان اقول. الدولة مثلا مقدس. من يده في تونس مثلا الى تفتيت الدولة. الى تنزيقها. الى جعلها دويلات. الى تقسيمها. هذه خيانة عظمى وتآمر على الدولة وانقلابا عليه. ثانيا من يده ايضا الى قلب النظام. بمعنى النظام التونسي الجمهوري الديمقراطي. يريد ان تصبح ملكي. نظام ملكي. استبداتي. مثل قطار او السعودي. هذه ايضا انقلابا وتآمر على النظام الديمقراطي الجمهوري في تونس. اما من يريد ان يسقط الحكومة. فهي مسألة طبيعية جدا وعادية جدا. في كل ديمقراطي. الديمقراطيات تسمح ويسقاط الحكومات. بل هي جزء لا يتجزى من لعبة سياسية الديمقراطية. وذكر انه في تاليا في الثبانينات كل شهرين ثلاثة كان تسقط حكومة. اه مع اعمار الحكومات لا تتزا تتجاوز شهرين ثلاثة. تي كويت. هاي كويت. فها تجربة ديمقراطية ومجلس امة. وحكوماتها في بعض احيان لا تتجاوز ستة اش. هي تتحل هي تتحل برلمة. الدولة باقية ما ذو ريد. والنظام باقي. لكن اسقاط الحكومة وقيام وتشكيل الحكومات. لا علاقة له بالدولة وبالنظام. وبالانقلاب وبالمهامرات. مسر عادي ان تسقط الحكومة. اذا هذه الحكومة ايضا اه خطاب اه سيد اه. اه. لم يمارس ما نسميه بالنقد الذاتي. المنهجي. لانه على اقل خطاب رئيس نصف مرزوقي ما رسده. كانوا اخطأ انه وثم اخطأ كثيرة. والصحيح لك ممكن نعالجها بالحوار الوطني. الظمنين اعترف باخطأ. السيد علي العريض لم يعترف باي خطأ. رغم انه الخطأ الكبير في تونس. الهيكلي البنيوي هو انه نستطيع نقول له كمرقبين انه الحكومة ومجلس تاسيسي فقدوا الشرعية منذ ثلاثة عشرين اكتوبر الفين واثناش. لانه الشرعية مرتبطة بمواعيد انتخابية. برزنام انتخابي. مش ممكن تبقى الشرعي الى الابد في انتخابات. كان وكان اتفاق حاصل بين جميع الحزاب الموجودة في مجلس تاسيسي. السنة ونعتيكم. المستيح ونبدو انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة لدخول في المستقر. انا برنامج حزب حركة النهضة عندي موجود الان. موجود. اصلا لان بعثوا ولي في جناف في بريد. ففي برنامج لسنة. قالوا في السنة مش نعملو اربعة مية وخمسين الف موطن شغل وهو في سنة. ومتحسوا على سنة. وعادنا لادلة وممكن نرجو ما كانوا يحكونوا. حتى الحبل الانتخابية حبيب يلوز. حبيب يلوز وغيروا في هذه السنة وحسبون احنا سنة. والجميع انتفق على سنة. اخي انت اليوم في جويلية الفين وصلتاش. وثم لأول مرة يعطي معاعد انتخابي هو قل سبعتاش ديسمبر الفين وصلتاش. طيب بأي شرعية تحكم. منهر تليس راوي يجي سبعتاش ديسمبر اه. اي. بأي شرعية تحكم. انت بأي ذن انت الحكومة بأي شرعية تحكم. انت مجلسي في بأي شرعية تجتمع. اك جاولت الموعد المحدد والموعيد الانتخابية فالديمقراطية. مش مزحل. مش فارلكة. مش لعب. انا اقول لك في سويترا والمانيا وفرنسا بعد عربة وخمسة سنين. من بالضبط باليوم والشهر والسنة ما تستح الانتخابات البرلمانية او الرئاسية. ما فاتلكوش في الموعيد الانتخابية. تمدد على حسب منه. وثم حتى. حتى الغريب في الامر في الموعيد الانتخابية. انه قال 23 اكتوبر 2012. بعد حدثنا على فيفريا 2016. بعد حدثنا على جوان 2013. بعد حدثنا على قبل نهاية العام. انا قلت لهم لا يوجد موعد انتخابي اسمه قبل نهاية العام. لما حكا وقال سياري العريض ممكن سبعتاش ديسمبر الاول مرة يعطي موعد انتخاب. اما قبل نهاية العام اما مش موعد هذي. والعام الجاي والبعد وكيما واحد مسال الفلوس والكاركرة عليهم حبش يرد له. والعام الجاي والسنة نشتاج دي والعام البعد وفي بداية العام ونهاية العام. هذي ليست ممواعيد جادة على الاقل بالنسبة للديمقراطيات. الآن السيد حبيب الخضر ايضا في مجلس تاسيسي. سمعت له خطابه في جوان الفات. قال بلحاف واحد ممكن للنجن انتخابات في ظهر السنة. نحسبها من جوان الفين وثلاث سنة يعني من جوان الفين وربعتاش. وثم من تحدث عن الفين وثلاث ستاش. وثم من تحدث عن الفين وثلاث سبعتاش. اذا حد مقومات الاساسية للديمقراطية وهو الموعيد الانتخابية الرزنام الانتخابية لم يتم احترامه تم التلعب به وهذا خطر جدا. ولم ينتبه لذلك السيد علي العريض ولم يعتذر عن ذلك ولم يقول ان ذلك خطأ. وهذا يعني خطر كبير جدا. يعني واصل ربما لو سمحت لي في تحليل خطاب ولاني خليت فيه نقاط كثيرة. ايه. فيزو ستقائق لانو عنا للا اخبار بعد شوية دكتور رياض بفضل. بفضل. يعني ممكن دقيقة اثنين. ايه. ايه. ثم ثانية ثانية الشيء. اه. طاني شيء ما زلنا نتحدث عن انو الوالي منصب والاخير. يعني انا انا اسألوا الولاة اللي نصبتهم والمعتمدين والعمد وقادة اه. من يعني يضمن كما قالت المعارضة ان سيكون مزحاء في العمليات الانتخابية القادمة. باتبار نصبتهم بولاء حزبي مباشر. اذا هذا التذكير لما قلت مرارا وتكرارا. الوالي يجب ان ينتخب. المعتمد يجب ان ينتخب. العمدة يجب ان ينتخب. في كل ديمقراطيات العالم. من اليابعة للكوريا الجنوبية للهند مرورا كندا وامريكا واوروبا. السلطة المحلية تنتخب مباشرة من المواطنين. ولا تعينها السلطة المركزية. انتم في الحمامات معتمد الحمامات ينتخبوا سكان الحمامات. ولنابل ينتخبوا سكان ولاية النابل. ككل ديمقراطيات العالم. احنا مزلنا نشتغل بالسلطنة مفهومة سلطنة العثمانية. الذي تعين فيه الاسدتانة من تركيا استنبوت تعين فيه الولاة الاقلية. هذا خطر كبير جدا. ثم في خطابه السيدة علي العريف لم يتحدث عن منهم الذين يمارسون العنف. لم يذكر مثلا القاعدة كاسم. لم يذكر مثلا انصار الشريعة. ولم يذكر من. يعني تحدث بشكل الهلامي. وكانوا الهرابيين نظيم ليبرالي او ديمقراطي او يساري او قومي اوه. في حين ان هويتوا الايديولوجية المذهبية والبشرية واسمهم معروفة للجميع. عندي نقاط اخرى راكم نحبش نضغط على الاخبار سياسة. نعم نشكلك برشة دكتور رياض سيداوي الكاتب والبحث العلوم السياسي ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جونيف. شكرا جزيلا لك وكيد للمواصفحات اخرى على موجود اشتركوا في القناة ومشاهدوا في القناة ومشاهدوا في القناة